طبعاً بفتكري أنه هو برضاً واحدة من الضوء الأخضر الجليل القاهرة بأنها تخش في الملفدة لإنجاح بالمناسبة مفاوضة جنيف هو تمهيد لمفاوضة جنيف بحيث أنه الأطراف اللي بتدعى لجنيف إنها على لقل تصل لدرجة من التوافق ودرجة من القبول مع بعضها وبالتالي تبقى الحكاية تتمرر بسهولة وزي ما كنا متابعين يعني كان فيه كلام كثير كثيف بيدور في هذه المسألة اللي هي عاد تكون فيه غمة خماسية هذه الغمة الخماسية تجمع الرئيس السيسي زايداً دبي زايداً محمد بن زايد زايداً بني أحمد أبي أحمد زايداً رئيس البرهان وفي تغذيري كان التخطيط إنه الأربع ديل يجتمعوا الأربع ديل يجتمعوا وفي النهاية يتم التوافق بيناتهم بعد كده يلحق بينات البرهان يوريوه الحكاية اللي هم التفق عليهم فيه تغذيري أول شيء أبي أحمد لم يذهب فبقى الحكاية اللي هم بن زايد زايداً كاكا وده الحاجة واحدة ده هم عبارة عن بن زايد وليس كاكا كاكا ده ما تابع زيه ذي الدعم السريع واحد بندقية مستخدمة فبالتالي يعني كان الزهاب هو محمد بن زايد ومحمد بن زايد يبدو إنه فيه تغذيري وفيه قراءتي إنه المفاوضات التمت مع السيسي أو المخترحات التي قدمه للسيسي أو هو قدمه للسيسي لم تجد القبول من السيسي لأنه يعرف المطلوبات يعني السودان قدر شنو ففيه تغذيري إنه يعني ما قدر إنه عشان كده يعني ما تمت الغمة كان يفترض إنها تعقد اللي هي الغمة الخماسية ففيه تغذيري إنه المسألة في هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر